صباحكم كلها صحة وسعادة وإن شاء الله أيامكم مليانة كل الألوان الحلوة اللي موجودة بالطبيعة وبلبسكم وحتى بطريقة تفكيركم اليوم الموضوع أنا سويت لكم استفتاء عليه اللي هو شو تريدون أحكي لكم عن الألوان اللي موجودة بالأكل ذو الألوان اللي موجودة بالملابس مالتنا فاختاريتوا أكثر شيء يعني الغالبية كانت الألوان الملابس وتأثيرها علينا أنا راح أحكي لكم على الألوان حتى اللي بالطبيعة بشكل عام حتى بالغرف مالتكم بلبسكم كلها شنو تأثيرها علينا وكل لون شنو المميزات الشفائية اللي موجودة بي فإن شاء الله يعجبكم هذا الموضوع تتونسون عليه حتى أجمعلكم إياها هاي الستوري وأحطلكم إياها على اليوتيوب إن شاء الله مثل ما دا أسوي ويأكل الستوريات يا الله خلينا نبلش بأول لون اللي هو اللون الأزرق قبل ما أبلش باللون الأزرق إذا تذكرون يعني أهلنا قبل لما كنا صغار ما عرف يمكن الجيل اللي هسه موجودين ما لحقوا على هاي الأسوالة لما كان الطفل يصير عنده مثلا مرض الحصبة فغالبا غالبا كل الأهل رأيسا يقولهم لبسوهم أحمر أو مثلا أي مرض ثاني يتحسون أنه أهل قبل عندهم هاي الخبرة القديمة بالفطرة حتى الأكل حتى الأكل كلها على الفطرة وهاي الأشياء ما الألوان شنو اللي واحد لازم يلبسه لما يكون عنده مرض معين كانت موجودة عندهم ما صلت تختفي إلى هسه يعني ما حد يعرف بها ولا أحد أصلا سامع أنه ممكن اللبس اللي تلبسوه والألوان اللي أنتو عايشين بها ممكن تأثر على التشافي من أمراض معينة تساعد على التشافي طبعا أكيد وياها نظام غذائي صحي فاللون الأزرق هو من الألوان اللي تساعد على أنه تنطينه راحة فاللون الأزرق يساعد أول شيء إذا واحد عنده تعب في جسمه فيحاول أنه يحيط نفسه باللون الأزرق مثلا يلبس فتشي لونه أزرق يقعد بمكان الحياطين مالتا لونها أزرق أو أكو طريقة متبعيها لناس اللي يعالجون بالطاقة اللي هي تأمل اللون الأزرق يعني شنو؟ يعني تقعدون تركزون وينفسكم بمكان هادئ ماكو أي مشويشات ماكو أي أصوات زيادة وتغمضون عينكم وتتنفسون التنفس اللي دائما أقول لكم عليه اللي هي على الأقل 15 مرة وبعدين تتخيلون يعني بدأتشوفون أنتو هذا اللون الأزرق داير وممكن همين تركزون على شنوعتكم مثلا مثلا هو اللون الأزرق ممكن يساعدكم أنه حتى يخفض ضغط الدم إذا كان اللون الأزرق همين يساعدكم أنه تنامون نوم هادئ ويقلل من إصابتكم بالأرق يعني الناس اللي ما يقدرون ينامون يحاولون يلبسون أزرق أو يكونون بمكان بيضوى أزرق خافت حتى ينطيهم إحساس بأنه هذا اللون هو اللي مسيطر على أجوائهم نجي على اللون البنفسجي اللون البنفسجي من الألوان اللي تساعد الناس اللي عدهم شقيقة أو صداء جدا يفيدهم أنه يلبسون هذا اللون أو يتأملون اللون البنفسجي ويحاولون أنه يتنفسون أكيد ولازم نظام غذائي صحنا السجي ممكن يساعد الناس اللي عدهم توتر عصبي أنه يخفف هذا التوتر لأنه ذبذبات هذا اللون تهدئ من التوتر اللي موجود عند الأشخاص فأي واحد عنده توتر ممكن يحيط نفسه باللون البنفسجي أو يسوي تأمل اللون البنفسجي نجي على أقوى اللون اللي هو اللون الأحمر إذا ملاحظين حتى بالشوارع بأي مكان من يريدون ينطون تحذير أو يحطون فد علامة دائما تكون لونها أحمر لأنه هذا الزبذبات مادة اللون الأحمر من أقوى الزبذبات اللي تأثر علينا وتنطينا هيدشي مثل صدمة يعني فاللون الأحمر يساعدكم على أنه يحسن من فقر الدم إذا سويتوا تأمل اللون الأحمر ولبستوا لون أحمر وأيضا رح ينطيكم نشاط ويزيد هيدشي ضربات القلب بحيث تحسون أنه أنتو هيدشي يعني اللون الأحمر يزيد نشاطهم ويخلي ضربات القلب تكون أسرع فلهذا الناس اللي عندهم تسارع بضربات القلب ممنوع لا يلبسون لون أحمر ولا يقعدون المكان بهذا اللون بنفس الوقت هذا اللون الأحمر ينشط خلايا الدماغ ويخليها دائما هيدشي متأهبة يعني فإذا تريدون تحسون أنه أنتو عندكم طاقة ونشيطين البسوا لون أحمر وسووا تأمل اللون الأحمر هسا نتجي على اللون البرتقالي من أجمل الألوان اللي تخلينا نتخلص من الكآبة يعني إذا شفتوا أي شخص قاعد كئيب وحزين ومن يقدر يطلع من الكآبة مالتين يقولون لون ألبس ببرتقالي أو على الأقل يكون بمكان به هاي الألوان منتشرة أكثر ورد برتقالي يسوي تأمل باللون البرتقالي وهذا اللون البرتقالي يساعد على أنه واحد تنفتح شهيته يعني الناس اللي ما يقدرون يأكلون وعدهم نقص وزن وما عندهم شهية على الأكل فلازم ونصيحة أنه يلبسون اللون البرتقالي أو على الأقل يكونون موجودين وهم يأكلون بطبق لونه برتقالي إذا ملاحظين حتى مطاعم الوجبات السريعة أغلبها الحياطين مالتها وحتى الأكياس مالتها تشوفون لونها برتقالي حتى يفتحون شهيتكم وتأكلون أكثر مصايم سودة المهم حبايبي هذا اللون يساعد همينة برتقالي على الاستيعاب فاللون هذا يزيد الاستيعاب عند الأشخاص اللي يريدون مثلا ديقرون وما ديقرون يستوعبون الأشياء اللي ديقرونها فممكن أنه يكونون بأجواء برتقالية حتى يزيد استيعابهم لأنه هذا اللون دافي هو يعني لون ينطي حياة وينطيكم حماس حتى للحياة ويزيد من الشغف مالتكم إذا تحيطون نفسكم باللون البرتقالي اللون الأصفر هو تأثيرا مشابه لللون البرتقالي بس إضافة إلى الأشياء اللي قلت لكم إياها اللون الأصفر ممكن يساعد الناس اللي عندهم سكري إذا كانوا ماشيين على نظام غذائي أنه يعزز هذا النظام فاللون الأصفر يفيدهم إذا يلبسون هذا اللون أو يحيطون نفسهم باللون الأصفر بأوقات معينة مثلا حتى ضوء الشمس سترا هو ضوء أصفر فممكن يفيدهم وأيضا الناس اللي عندهم تصلب لويحي أو عندهم التهابات بالمفاصل فاللون الأصفر من الألوان المفيدة لهم تساعدهم على التشافي مع النظام الغذائي العلاج نجي على اللون الأخضر الناس اللي عندهم مشاكل عصبية فجدا يفيدهم اللون الأخضر لهذا رب العالمين خالقنا الطبيعة أغلبها هو اللون الأخضر فدائما يقول لكم طلعوا للطبيعة على مود ترتاحون طلعوا للطبيعة على مود تهدأ عصابكم تفرجوا وتأملوا بالأشجار تأملوا بالأوراق بهذا اللون الخضار اللي يكونه هواية على مود أعصابكم تهدأ وضربات القلب عدكم تخف ويكون عدكم هذا الإحساس بالراحة النفسية لما تشوفون هذا اللون اللي هو اللون الأخضر حتى ليس صغير الثوري طويل فبس آخر لون راح أقول لكم ياه هو اللون الأبيض اللون الأبيض يفيد الناس اللي عندهم مشاكل بالرئة يفضل أنه يلبسون هذا اللون أو يكونون بأماكن بيها هواية لون أبيض حتى ترتاح الرئة مالتهم وهمين يفيد لمشاكل الكبد طبعا هاي الأشياء يمكن أنتوا شوية صعب تستوعبوها لأنه مو دار جعدنا هواية موضوع الألوان وشون تأثيرها على الأعضاء مالجسم كل لون من هاي الألوان إذا سوينا التأمل الخاص بي وقدرنا أنه نركز طبعا التأمل يراد له يعني مراحل حتى واحد يوصل إلى التأمل الصحيح مع الألوان بس إذا قدرنا أنه نوصل إلى تأمل صحيح وقدرنا أنه نتخيل هذا اللون ديروح على هاي مثلا على الرئة اللون الأبيض يروح على الرئة هذا اللون ممكن تحسون أنه دينظفها لهاي الرئة دينغسلها أنتوا بالتفكير مالت فدائما خلوا حياتكم بها ألوان حلوة دائما ألبسوا ألوان حلوة هاي الألوان حجيت لكم على طاقتها وتقدرون أن تبحثون أشكال أكو فيديوهات وأشكال أكو محاضرات وأكو كتب تحكي عن تأثير الألوان علينا وتأثير ذبذباتها على التشافي من أمراض معينة وأكو ناس آلاف الناس قدروا يتشافون من أمراض بمجرد أنه سووا تأمل على ألوان معينة لها ذبذبات معينة على أعضاؤهم وقدروا أنه يتخلصون من هاي الأمراض وهاي كلها أشياء لها علاقة بطاقة الكون وتأثيرها علينا فاللي يحب هاي المواضع يقدر يبحث بها أكيد ودائما كونوا أنتوا هيتشي فرحانين ولابسين لون حلو بيومكم وكل يوم غيروا الألوان اللي تلبسوها على موت دائما نفسياتكم تتغير ونشاطكم يتغير ولا تبقون امتشالبين بألوان كئيبة على ألوان